اشتركوا في القناة لغة عربية فوق خمسة ستة اول اعداد وكلام من اقولهم احنا بتوع تأسيس احنا نشتغل في التأسيس اي بيت اي عمارة لابد من تأسيس سليم لها علشان نرتفع وما يحصلش يوم الايام وتقع تمام كده يبا احنا بتوع تأسيس احنا بتوع تأسيس اسسنا القراءة والكتابة ثم نؤسس في قواعد العربية احنا الحصة الفاتت يا حضرات خدنا بدأنا في الفعل الفعل الماضي حد فاكر كده من المشاهدين الكرام ولا الاستاذ محمد عبد السلام ولا الاستاذ تامر حد فاكر الفعل الماضي هو ايه فاكر يا طمور ماشي الاستاذ تامر الاستاذ تامر الاستاذ تامر اللي لا اذكرنا يا استاذ محسن قلت له حاضر ماشي حفكرك يا تامر الفعل الماضي هو كل ما دل على عمل أو حدث حدث فين في الزمن الماضي حاجة حصلت وانتهت فعل شرب أكل استأذن استجر استغفر تمام دي كل حاجة دي فعل الماضي وممكن برضو عادي أن نظهر على الشاشة دلوقتي الأستاذ محمد عبد السلام من راجل الممتعي وأقسام الفعل على الشاشة قدامنا هي أقسام الفعل من حيث الزمن ماضي ومضارع وأمر الصورة اللي بعدها هتعرف فيها هنعرف فيها يا أستاذ محمد عبد السلام الفعل الماضي هو قدامنا على الشاشة هو كل ما دل على حدث مقترن بالزمن الماضي يعني هي يا أستاذ مقترن بالزمن الماضي يعني عمل حادث وانته لعب خرج دخل كتب قر طيب من فاكر يا حضرات يا محمد عبد السلام شكرا من فاكر يا محمد عبد السلام علاماته ايه يعني برضو اعرفه ازاي ليه علامة معينة ممكن نعرفها طبعا الاستاذ تامر ما حضرش معنا تأسيس النحو مفيش مشكلة نعيد هاله تاني استاذ تامر من الناس المحترمة جدا ومن الناس الاعداد الجيد يعني استاذ محمد عبد السلام كذلك نقول له حاجة بسطة جدا اي كلمة واقفة قدامك خلاص انت عرفت انها مش اسم ماشي بصلها كده او مش حرف بصلها حطها تاء ساكنة في الاخر خلاص يا ثمور حطها ايه تاء ساكنة في الاخر او تاء متحرك يعني متحرك يعني فتحة كسرة ضمه يعني مثلا قدامنا هو يقبل احدى التاءين تاء الفاعل زي مثلا فعلت شربت اكلت اكلتما اكلتم تاء التانيث هي ساكنة فعلت قرأت داكرت يبقى تامر لو مش عارف دي ماضي ولا مضارع شكرا يا استاذ محمد عبد السلام مش عارف دي ماضي ولا مضارع ولا امر تعمل ايه يا تامور تاء ساكنة بس سيبك من المتحرك تاء ساكنة وخلاص ذاكرة ما انتش عارف ان هي ماضي ولا مضارع ولا امر حط لها تاء ساكنة في الاخر الكلمة استقامت في نطقها عرفت تنطقها كويس حط لها تاء ساكنة في الاخر ذاكرت ذاكرت تمام ذاكرت ادي فعل ماضي كده تأكدنا ان هو فعل ماضي طب في حاجة بسيطة كده يا تامور عشان برضو اختبار صغير كده لأولياء الامور او للأطفال قبل ما يناموا اختبار صغير كده نشوفهم فاكرين الفعل الماضي ولا لا نظهره على الشاشة دلوقتي يلا ايوه اختاروا من الصندوق في صندوق قدامنا يا حضرات فيه بعض الحاجات ماشي ساعدة وسعى وهذبى واستعارت وهاجرى خليك سيبها كده لو اي حد من الجمهور دلوقتي عادي ممكن يتصل ماشي ونختبره على الهواء مباشرة دلوقتي في الفعل في الفعل الماضي لو نشوفهم فاكرين ولا لا يلا رفيف يلا سلمة يلا فين 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 فريدة اي حد من اصدقائي البرنامج دلوقتي سريعا يتصل بنا ونشوفه فاكر الفعل الماضي ولا لا هيختار في التطبيق ده كلمة من الصندوق هحوطها فين في مكان المناسب لها في النقاط يلا بنا كده ونشوف برضو نختبر محمد عرسلام ونختبر ونستمر يلا تنمور كده نقط المعلم الأخلاق يتنمور هتختار ساعدة ولا ساعة ولا هذبة ولا استعارة ولا هاجر يلا فين كده نشوف من العسل العسول الأمور اللي حينطأ يلا يلا محمد عرسلام يلا تنمور كده هشوف اين اختبر كنت في الكنترول لحد الجمهور ما يتصل يلا فين الله الله ينمور عليك الله ينمور عليك تأمر النهاردة حضرات مبدع النهاردة أول حاجة هنختار هذبة هذبة المعلم الأخلاقة برابو عليك تنمور كده يبه هذبة خلاص كده تمام كده تب رقم اثنين نقط التلميذة كتابا من المكتبة ساعد ولا سعى ولا هاجر ولا استعارت الله ينمور عليك يا حبيب والديك يبه استعارت التلميذة كتابا من المكتبة تالت حاجة نقط الحجاج بين الصفة والمروة ساعد ولا سعى ولا هاجر الله ينمور عليك يا حبيب والديك السيد محمد عبد مجد معايا السيد السلطان مبدع النهاردة وكل الكنترول والله متفاعل يا جماعة وكل الكنترول يبقى مبسوط جدا وخاصة أن الأستاذ محمد عبدالسلم هو مفصوص جداً مستمتع جداً بالإيه؟ بال... تمام؟ هو مستمتع دلوقتي هو مفصوص جداً يعني ده ماشي نذهب نشوف محمد عبدالسلم فاكر حاجة كده نقط النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هاجر برابو عليك يا حبيب والديك خمسة ياسر خمسة ياسر نقط المساكين فضل كلمة واحدة ساعد ياسر ساعد المساكين يبقى كده إيه؟ الكنترول عشر على عشر كده النهاردة وعرف الفعل الماضي كويس نبدأ بإيه يا حضرات؟ بالفعل المضارع الفعل المضارع قبل ما أقول أي قاعدة ليه وقبل ما أقول هو إيه؟ عايزين نشوف الأمثلة اللي جاية دي أو القطع اللي جاية دي هنشوفها على الشاشة الله أكبر الله أكبر ها هو المؤذن يرفع صوته بالتكبير وها هي جموع المصلين تتدفق على أبواب المسجد وعما قليل ستمتلئ ساحته وأروقته وصحنه كل يلبي نداء الإله ويطلب عونه استجابة لقول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر القطع نسيبها كده شوية على الشاشة ونشوف حبيب الحلوين المعط أطين السلام عليكم سارة السلام عليكم أستاذ سارة أموريا أستاذ سارة أيوة أموريا أستاذ سارة أنا ضعيفة جدا في النحو ومش عارفة إزاي أعرفها أدرسه كويس ومش عارفة فهمه كويس والسنة ضائعة مني خالص تمام حضرتك يعني وليد أمر ولا لسه بتدرسي لا أنا أنا اللي بدرس تمام بتدرسي في إيه أنا بتاني يا عداد تمام تمام الأول خالص وحنوص أو حنوصلك لدرجة كويسة من التأسيس تخليكي يعني تشتغلي كويس في الإعداد إيه رأيك شاكرين جدا مع عداد طيب نبص تاني للتطبيقات للتطبيق أو للأصد للقطعة الموجودة الوقت على الشاشة ماشي حنستخرج منها يا حضرات حنشوف برضو السادة المشاهدين حشوف مين اللي هيعرف يطلع الفعل المضارع بس قبل ما طلع الفعل المضارع وقبل ما نبدأ في الفعل المضارع عايزين أن نأخذ بعض الأمثلة كده تاني بقى تاني تاني صورة بعد كده فيه يرفع المؤذن صوته بالتكبير هذه مثال نغير الصورة دي بعد الصورة اللي بعدها على طول بقى أيوة يرفع المؤذن صوته بالتكبير تاني حاجة تتدفق جموع المصلين على أبواب المسجد كل هذا في القطع اللي فوق ماشي يلبي الجميع نداء الإله أربعة ستمتلئ ساحة المسجد بالمصلين بص يا حضرات سيبها شوية كده وواحدة وواحدة ونفكر في المثال الأول المثال الأول فيه واضحة هوت ملونة هوت فعل يرفع الفعل يرفعو دي حضرات خليك معنا برضو ننسبه على الشاشة شوية يرفعو دا حضرات إيه الحدث أو إيه العمل اللي دل عليه الفعل يرفعو دا يلا تنمور يرفعو دا دلت على إيه الفعل دا دلت على إيه أو على أي حدث أو آه على أي عمل تمام يا تنمور يبقى رفع الصوت بالتكبير يرفعو دا دلت على صوت المؤذن ارتفع تمام طيب صوت المؤذن دا يا تنمور ارتفع امتى يعني ارتفع وخلص وخلاص ولا ارتفع وانا بتكلم يلا تنمور كذا يرتفعو المؤذن صوته بالتكبير يرتفعو دا الفعل دا دل على إيه دل على حدوث عمل تمام إيه العمل اللي حدث دا أو إيه اللي حصل إن صوت المؤذن ارتفع بإيه بالأذان بس ارتفع امتى ارتفع وخلص وخلاص في الزمن الماضي ولا لسه شغل دلوقتي وأنا بتكلم آه لسه شغل دلوقتي وأنا بتكلم يبقى إذن رفع الصوت دا كان لسه موجود دلوقتي مش في الزمن الماضي لا في الزمن الحاضر دلوقتي حالا تمام كده تمام طيب حنشوف الصورة اللي بعدها كده ونركز واحدة واحدة تمام كده آه الفعل في المساول الأول يرفعوا الحدث اللي هو العمل اللي دل عليه الفعل ده رفعوا الصوت بالتكبير تمام طب الفعل ده أو الحدث ده رفعوا الصوت ده كان قبل أنا ما أتكلم ولا أثناء الكلام أثناء الكلام مش في الزمن الماضي في الزمن الحاضر دلوقتي الآن دلوقتي الله ينور عليك يا تامر طب الصورة اللي بعدها بقى عشان نميز بين حكتين اتنين عشان نوصلك في الآخر للفعل المضارك أنا بأخذك واحدة واحدة كده عشان نوصلك للفعل الايه؟ للفعل المضارك يرفعوا كان حدث دل الفعل ده دل على حدث لكنه يحدث الآن مش في الزمن الماضي تمام كده؟ تمام ماشي هناخد دلوقتي يا حضرات مثلا يرفعوا المؤذنوا اللي لسه الصورة واضحة دلوقتي من شوية يرفعوا ده حدث في زمن معين هل يرفعوا ده دلت على حاجة حصلت وانتهت؟ لا حاجة لسه بتحصل دلوقتي لسه الآن معنا يا إبراهيم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم وإياكم سيدنا الفاضل أمورني أمورني لأن كتب في النحو مؤسرة نستفق منها ونعلم فيه طبعا فيه كتب فيه كتاب اسمه النشار النشار وحضرتك ممكن تتواصل معايا بالرقم الحزر على الشاشة دلوقتي اللي هو 0021 23 23 الرقم ده الرقم ده ممت على الشاشة دلوقتي حالا الرقم طيب الكتاب اسمه النشار في قواعد صرط الكتاب على الشاشة صرط الكتاب على الشاشة يا أستاذ الفاضل هو النشار في قواعد اللغة العربية ده تأسيس أحسن كتاب شفته دلوقتي في جمهورية مصر العربية في تأسيس الأطفال لحد سنة ستة من أولى لستة والرقم بتاع كمان أستاذ أحمد النشار موجودة هوت وممتاز جدا في النحو طيب ماشا متشكلين جدا متشكلين جدا نرجع يا حضرات للفعل يرفع ولو لو جاهز دلوقتي الفعل يرفع دلوقتي مدام نوها السلام عليكم مدام مهة مش نوها بقى يا جماعة الزكي هستن الزكي يا سيزة مهة أخبارك الحمد لله زي حضرتك الحمد لله رب العالمين أخبار حضرتك إيه وأخبار الأولاد الأولاد بيتفرغوا على الحلقة آه طبعا وصعدت بحضرتك جدا ولا ناموا منتخلين يعملوا مدخلة مع حضرتك على الفعل المضارع طب أنا طب أنا هنظهر القطعة دلوقتي على الشاشة وهم يطلعوا الفعل المضارع بس تمام تمام أستاذ مخرجنا يظهر القطعة دلوقتي على الشاشة عشان الأستاذة ماجي قدامنا القطعة قدامنا يا أستاذة هيت ها هو المؤذن مين معي أحمد ولا مين اللي معي أحمد لا أم هو أحمد كبير لا إحنا عاوزين بقى أظهر منه شوي طلاط ريناد مع حضرتك أيوا كده أعوزني بسنة تبتدائي ربعة ريناد إزاي إزايك يا ريناد أخبارك بص يا ريناد الشاشة قدامك هيته في قطعة عاوزك تطلعيني لأفعال المضارعة في القطعة دي ريناد طب يتصل بينا تاني يا ريناد القطعة قدامنا هي طب الصورة اللي بعدها نموك عشان نكمل يعني طب ماشي يا ريناد نرجع بقى الصورة تانية معليش ريناد معنا طب يتصل معليش بينا ريناد تعبتك للسولة محمد عبد السلام في الصور كده ماشي احنا قدامنا قطعة يا جماعة ومعنش نظهر بعد القطعة اللي يرفع المؤدنة صوتها تمام قطعة يا حضارات قد الفعل في المثال الأول احنا خلاص الصورة اللي بعد ايوان خلينا عند الصورة دي بقى عايزين نعرف الفرق بين الصورتين ايه ولو فيه اي مدخلات برضو كل ده عشان نوصل للفعل مضارع تمام الفرق ايه بن زمن حدوث الفعل في الجملتين دول يا تموك يا احمد يا ريناد اسمعونا كويس واركزوا الجملة الاولى رافع المؤذن الصوت بالتكبير رافع المؤذن الصوت بالتكبير والجملة التانية يا ريناد يرفع المؤذن الصوت بالتكبير خليكم بعي نعم حد والأستاذ محمد الشاهد برضو بيشترك معنا بسم الله ما شاء الله طيب خلينا برضو خلي الصورة دي على الشاشة وعاوزون نعرف الفرق بين ايه يا محمد يا شاهد او يا تامر كلنا نستفيد يا جماعة كلنا نتأسس والله كلنا نتعلم تمام كده الفعل رفع في الجملة الاولى يا تموك رفع المؤذن دل على ايه دل على حدوث حدوث رفع الصوت رفع الصوت لمؤذن امتى في الزمن الماضي ولا في زمن المتكلم تامر مش معنا السلام عليكم عليكم السلام يا ريناد نعم ريناد والمين جي طيب فيه دلوقتي جملتين هيظهروا عشان القطعة دي طلعيني منها الأفعال المضارعة طلعيني كده الأفعال المضارعة من القطعة كده يلا ها هو المؤذن يرفع صوته بالتكبير وها هي جموع المصلين تتدفق يرفع ايه يرفع طلعيني من القطعة تمام طب دي في القملة الأولى وها هي جموع المصلين تتدفق على أبواب المسجد هنا في قملة دي فيها فعلي 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 ستمتلئ ستمتلئ بربو عليك يا حبيب تولديك طب كل يلبي نداء الإله ويطلب عونه القملة دي بقى فاتنين طلعهم نقل كده يلبي بربو عليك وقيتاني في كلمة كمان كل يلبي نداء الإله ويطلب عونه يطلب الله ينور عليك يا حبيب تولديك برابو عليك متشاكرين جدا يا ريناد وخلي برضو أختك برضو لا صغر منك تتفرج على لإيه على يعني التأسيس ده من ثانية لربعة ما فيش مشكلة خالص نهاية خلاص كده المكالمة تمام طيب احنا كنا وقفين عندي يا حضرات جبنا جملتين رفع المؤذن الصوت بالتكبير ويرفع المؤذن الصوت بالتكبير في جملتين جملة الأولى في فعل اسمه رفعة رفع دا يا تامر فعل ودل على حدوث عمل بس دل على حدوث عمل في الزمن الماضي ولا في الزمن الحالي اللي هو زمن المتكلم يلا تمور الله ينور عليك يا تمور رفع دي ماضي خلاص طالما احنا يعني اتأكدنا وحتى كمان رفع لو حطنا له ساكنة في الآخر وما رفعت قبل يبدأ ايه في الزمن الماضي يبدأ فعلي ماضي خلاص طيب يرفع المؤذن الصوت بالتكبير يرفع دا يدل على ايه يدل على حدث اللي هو برضو رفع الصوت بالتكبير بس حصل حصل وانتهى ولا لسه بيحصل دلوقتي نعم السلام عليكم محمود السلام عليكم محمود طيب السلام عليكم السلام عليكم محمود من هنا يا محمود طيب ممكن نواطي التلفزيون شوية وتسمعني من التليفون تمام طيب بقولك ممكن نواطي التلفزيون شوية استاذنك يا انا عشان عاملنا ضجة هنا جامد قوي استاذنك ممكن يا استاذ محمود شكرا لاتصالك ويا ريت والله يا استاذنك جميع المتصلين ياريت يوطي التلفزيون ويشاهد من شاشة التلفزيون ويتكلم ويسمع من التليفون ممكن يعني حاجة بسيطة جدا يعني مش هتتعبك والله ولا هتتعب الأستاذ سامر تمام تاني يا جماعة يلا عشان نكمل رفع المؤذن والصوت بالتكبير خلاص خلصنا منها وعرفنا ان اذا رفع دي فعل ماضي ازاي يا استاذ حطلناها تأفل آخر ساكنة او تأم تحركة قبلتها رفعته او رفعت يبقى قبلت الايه التأي الساكنة يبقى فعل ماضي خلاص طب يرفع المؤذن يدل علي يا تامور يدل على فعل فعلا على حدث وفعل وعملية حدوث رفع الصوت بالتكبير بس في الزمن الحاضر دلوقتي وانا بتكلم دلوقتي في الزمن الحاضر في زمن المتكلم في زمن المتكلم اللي انا بتكلم فيه حصل الموضوع ده يبقى ده ايه يا حضرات ها يبقى يسمى فعل ايه مضارع هادو الصورة اللي بعدها نشوفها الصورة اللي بعدها حضرات استأذنكم تمام يبقى ماذا يسمى الفعل الذي يحدث في الزمن الحاضر يا تامور اللي هو زمن المتكلم دلوقتي يسمى فعلا مضارعا تمام ابو بكر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طلو بركاته زكي ابو بكر من فيد يا ابو بكر من الشرقية احسن ناس الشرقية والله واسم جميل جدا من ايه من الشرقية ابو حمد ابو حمد ايه من ايه من ابو حمد من القرين انا اعرف بلد اسمها القرين ابو حمد ايه تا المفتاح احسن ناس الشرقية ومن افضل الناس واكثر اصحابي في الشرقية بوسي حبيبي انا هاجب لك اه دلوقتي امثلة تمام كده استاذ الناس محمد عبدالسلام يجيب اول تطبيق معلش فيين في الفعل المضارع تمام دلوقتي احنا قلنا ايه يا تام اه اسم حضر الله ايه ابو بكر اسم جميل والله احنا قلنا طلعلي من هنا كده الافعال المضارعة كده وتقول لي يعرفتها ازاي ها هو المؤذن يرفع صوته بالتكبير وها هي جموع المصلين تتدفق على بواب المسجد وعما قليل ستمتلئ ساحته واروقته وصحنه طبع قل لي ايه الاسم ده يعني مثلا قل لي الكلمات الاسم فيها ايه والفعل المضارعي قل لي الاسم وعرفت انه اسم ليه علمت ايه ممكن نح يلا قل لي مثلا المؤذن ده اسم ولا فعل ولا حرف المؤذن ايو اسم عرفت انه اسم ازاي حبيبي اشاء الالف والله الله ينور عليك يا حبيب والديك فتح الله عليك يرفع ده اسم ولا فعل ولا حرف يرفع وفعل فعل بس فعل ايه بقى عاوزين نعرف فعل ايه وعرفت ازاي نوع فعل فعل مضارع عرفت انه فعل مضارع ازاي حبيبي فعل مضارع عشان هو لسه بيرفع تم ما نعارف ما نعارف هو ليس يرفع بس ليه علامات حقول هلأك دلوقتي لو انت منتش عارفها منتش عارف علامات الفعل مضارع علامات الفعل مضارع ايوا لو مش عارفها اقول هلأك انا دلوقتي عارف تب هي ايه علامات الفعل مضارع علامات الفعل مضارع بس حبيبي لو مش عارفها عادة انا اقولها لك مميش مشكلة خالص ابو بكر اه اه انت في سنة كام يا ابو بكر اه في سنة كام سنة حلوة تمام بس حبيبي علامات الفعل مضارع حظهر لك على الشاشة دلوقتي الله لست محمد بجد يعني لست محمد بسلام مبادع النهاردة علامات الفعل مضارع حبيبي اولا هي بتبدأ باحد حروف كلمة انايت يابلالف يعني يالف ينون يا يتا واهم من ده كله كمان انه يقبل دخول السين في اوله يعني اشربوا سيشربوا يرفعوا سيرفعوا لو ابل السين المتحركة دي سا سا لو ابل السين واللفظ استقام وعرفت انطأ الكلمة صحيحة يبديه فعل مضارع حط اي كلمة كده قدامها السين عرفت انطأها كويس يبديه فعل مضارع ايه رأيك في الفكرة ابو بكر ابو بكر نعم ايه رأيك في الفكرة الجميلة ديت اي كلمة قدامك من تشعرفها فعل مضارع امر ماضي حطي لها سين في الاول هتقبل السين في اولها يبقى خلاص ده احنا كده تأكدنا انها فعل مضارع ايه رأيك في الفكرة دي ما ماشي حبيب طيب ماشي طب كلمة صوته اسم ولا فعل ولا حرف يرفع صوته 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 بالله يا عليك صوته فعل ليه بقى مش تبرق قبل ما تجاوبي حبيبي بصها بص براحها خالص واحدة واحدة احنا مش مستعجلين بص حبيبي واحدة واحدة تجرب عليها العلامات يعني تجرب علامة الاسم و علامة الفعل صوته دي ايه الهاء دي هاء ضمير ما اللي اجدعو بيها خلاص يبقى صوت ده صوت ماشي حط لها علامة الاسم كده اي علامة من علامة الاسم يلا كلمة صوت حط لها اي علامة من علامة الاسم حبيبي كده الصوت اهو قبل ولا ما قبلش لا الف اللام جاب بس حبيبي يبدأ ايه يبدأ اسم متشكرين جدا يا حبيبي متشكرين جدا احمد السلام عليكم طيب نكمل نكمل يا استاذنا الفاضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احمد منين يا احمد يا احمد انت منين انا من الجيزة من ايه من الجيزة احمد رحمة جيزة تمام انت في سنة كام يا احمد انو اردان برضو ماشي في سنة كام يا احمد صفل خمسة نتدار اه ابو حميد ماشي ماشي يا احمد انا عاوز بقى اكبر لك بص يا احمد يرفع صوته بالتكبير اظهر للكلمة بقى حاسألك سؤال بقى في سنة خمسة معلش يلا يا سيد محمد كده هاتله القطعة تاني ها هو المؤذن يرفع صوته بالتكبير ماشي اول حاجة يرفع المؤذن صوته بالتكبير اعرب لي الكلمة دي يا حبيبي الجملة دي كاملة كده يلا يرفعوا يرفع يرفع فعل ماضي فعل ماضي هل يرفع فعل ماضي حطت علامات الفعل الماضي فيه وقابلتها مدارع مرفوع علامة رطأ فعل ايه انت قلت فعل ماضي ده هده خطأ فعل مدارع ايوة ماشي يا ابو حمد ماشي معلش ها فعل مضارع مرفوع تمام وعلامة رطأ ايوة الضم الله ينور عليك يا حبيب والديك المؤذن المؤذن فعل مرفوع فعل مرفوع علامة رطأ الضم الله ينور عليك يا حبيب والديك صوته صوته مفعول به منصور علامة رطأ الضم يا راجل هل في مفعول به ينصب بالضم الهق دي هق ضمير من اللي اجدعو بيها خالص بقى ده مضافي ليلي سح تاخدها في الترمي التالي ماشي الهادي ماشي دعو بيها صوته ها مفتش الله ينور عليك عاوزين نركز كده بقى صح او لا ماشي والهادي هتاخدها في الترمي التالي ده ايه اه في محل مضاف إليه خلاص بالتكبير بقى يلا التكبير الباق حرف جر الله ينور ماله بقى التكبير اسمه وقرور تمام بايه بقى وبيع بالباق وعلامة جرور الكسرة الله ينور عليك وكفاء عليك كده بقى عسل كده برفع عليك شكرا حبيبي شكرا احمد يلا فيه اتصال تاني يا شهزة ريماس السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ريماس سنة كام خمسة خمسة زكا ريماس الحمد لله من فن يا ريماس نعم من مرسة مطروح من مرسة مطروح احسن ناس والله طيب انا عجب انت في سنة خمسة صح اه طيب حاجبلك بقى سؤالي سنة خمسة استاذينكم برضو جيبوا لأي قطعة هنا اي حاجة عالشاشة من عند اه يرفع المؤذن صوته بالتكبير لسه احمد زميلك في سنة خمسة برضو اه اعرب الجملة دي طيب الجملة التانية تتدفق جموع المصلين على ابواب المسجد تتدفق جموع بلاش المصلين عشان انت هتقدان الترمي التاني اعريبي لي تتدفق جموع وسيبك المصلين على ابواب المسجد يلا على ابواب اه تتدفق ماشي فعل المضارع ما له تتدفق اه بالضم اسمه حبيبي مضم مرفوع يا حبيبتي تتدفق فعل المضارع مرفوع على مترفعه الضم تمام جموع بقى اس لا مرض حاسمها اسمي في الاعراب اسمي تتدفق جموع جموع دي تعرب ايه بصوا حبيبتي بصوا في حاجة جميلة جدا تبصوا للجملة لو شفتيها كده جملة فعلية يبقى فيه ايه ها في فعل وفي فاعل وفي واحيانا ما فعول به صح؟ تمسك الفعل معلش في اللفظ يعني تمسك الفعل كده من افاو وتسأليه ملء ايه اللي بيتتدفق؟ ايه اللي بتتدفق؟ تمسكي كده؟ فعل تقولي كده مين اللي بيتتدفق؟ ها حيرد عليك يقولك مين؟ جموع ايه يبدأ فاعل على طول يا حبيبتي شفت بقى؟ ميش يمسك على طول جاية تبص الأول بص حبيبتي تبص للجملة الأول لقيتها فعلية؟ تمسك الفعل وتسأليه مين اللي بتتدفق؟ هايقولي الجموع ها يبدأ ايه؟ يبدأ فاعل طب المصلين انت هتاخدوها مضافة ليه في الترمي الثاني؟ على على تعرب على أبواب المسجد طيب على دي تعرب ايه؟ الحرف جر تمام أبواب اسم مكرور اسم مجروب على وعلامة جاريه الكسرة طيب أبواب دي ايه؟ أبواب دي مفرد والمثنى ولا جمع؟ ولو جمع نوع ايه؟ مجمع نوع جمع دي يا حبيبتي جمع مذكر سالم أم جمع تكسير أم جمع مؤنث سالم؟ جمع تكسير برافو عليك يا حبيبتي والديك متشكرين جدا يا حبيبتي متشكرين يلا بقى نحصلين نكمل الفعل المضارع حضرات ايه رأيكو؟ طيب الفعل المضارع اللي بيدل على حدث الآن في الزمن الحاضر في الزمن الآن يعني تمام؟ يبقى ده فعل مضارع طيب حنشوف دي وقت حاجة جميلة جدا دي وقت ستمتلئ ساحة المسجد بالمصلي ستمتلئ شوف فاكرين السين ستمتلئ قال له الجملة دي حدل على ايه؟ دلت على حدث على حدث هو ايه؟ اللي هو الفعل تمتلئ ده دل على ايه؟ دل على امتلاء المسجد بالمصلي بس هل الامتلاء ده حصل؟ يعني هل فعلا هو دلوقتي ممتلئ المسجد؟ لا يا أستاذ ما حصلش لسه تسا سا سا ستمتلئ أو سوف تمتلئ لسه في الزمن المستقبل يعني وانا بتكلم ما كانتش امتلئ المسجد لسه ستمتلئ ساحة المسجد بالمصليين ونفس المعنى سوف تمتلئ ساحة المسجد بالمصليين يبقى الفعل يا حبايبي اللي هيدل على لسه حاجة ما حصلتش دلوقتي هتحصل في المستقبل تمام؟ وبرضو اول هنون او يا او ألف يبقى ايه يا حضرات؟ يبقى فعل مضارع تمام كده؟ السلام عليكم عبدالله السلام عليكم السلام عليكم عبدالله في سنة خمي عبدالله خمس تمام هجيب لك كلمة دلوقتي حبيبي على الشاشة دلوقتي ماشي ستمتلئ ساحة المسجد بالمصليين يلا نشوفها يلا تمور يلا محمد عبدالسلام ماشي لا انت ماشي ستمتلئ رقم اربعة يا احمد رقم اربعة رقم اربعة يا احمد تمام يا محمد عبدالسلام ستمتلئ ساحة المسجد بالمصليين اعرب هالي كده وبلاش المسجد ما تعربهاش عشان ليس هتاخدها في الترمي التاني ستمتلئ ساحة المسجد بالمصليين تمتلئ ولا ستمتلئ دا اياها حبيبي تعرب إيه؟ تمتلئه حد بيغشيش أجنبك فعل مضارع ماشي حبيبي انت عرفت انها فعل مضارع إزاي؟ بصوا حبيبي بصوا يا عبد الله بصوا حبيبي طالما الكلمة قبلت السين فأولها وهي فعل يبقى على طول فعل مضارع خلاص علامة لي كهوت عشان تعرفها بعد كده ستمتلئه خلاص فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم ساحة هنا تعرب إيه؟ عبد الله معي أولا نمت؟ فاعل طيب فاعل فاعل ما يعني هو اسمه فاعل كده وخلاص؟ فاعل مرفوع بالضم هو مرفوع وعلامة رفع الضم يا حبيبي مرفوع وعلامة رفع الضم طب بالمصلين اعرف لي كلمة بالمصلين دي يد بقى يلا حبيبي يلا كده يلا كده كلمة بالمصلين بس إيه بقى اسمه جروب كذا وعلامة جره كذا لأنه كذا يلا يلا الباح رفع الضم تمام؟ ما ترد علي أقولي تمام؟ تمام؟ أيوه عرفني انت معايا تمام؟ المصلين دي مفرد ولا جمع ولا مثنه؟ لا انت تسمعني من التليفون أفضل على فكرة بصوا حبيبي المصل جمع جمع ايه؟ مذكر سالم ولا مؤنث سالم ولا تكسير؟ لا انت كذا حد بغشيك جنبك بقولك تكسير يا حبيبة السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أيوه كذا حاوزين بقى الحاجات الجميلة دي ستمتلئ حبيبتي ساحة المسجد بالمصلين فيه على الشاشة قدامنا هوت يرفع وتتدفق ويلبي وستمتلئ عايزين نقولك هاتي لي الأفعال المضارعة هناك في الأربعة جمال كده فيه أربعة جمال قدام حضرتك هو يلا الأفعال المضارعة أيوه الأفعال المضارعة على الشاشة هي فيه أربعة جمال قدام حضرتك هاتي لي الفعل المضارع في كل جملة تمام طيب طيب مشاكلين جدا حبيبة طيب يلا يا جماعة عشان فيه تدريبات ونخلي سادة المشاهدين ستمتلئ ساحة المسجد بالمصلين ما مشاكلين حاجة ستمتلئ يعني لسه المسجد لم يمتلئ بعد يعني لسه قدامنا شوي عشان يمتلئ يعني ده الفعل ده دل على إيه على حدوث في الامتلاء لا ما حصلش لسه يبقى أي كلمة تدل على حدوث فعلي بس في الزمن المستقبل اللي لسه ما حصلش بس مش أمر يعني مش هتطلب مني عمل لا هو عمل هيحدث زي دلوقتي ما قولك ايه ستمتلئ ستشرب ستأكل معنا لستاذ روبير السلام عليكم عليكم السلام ازاك يا مستر محفظ نجمينا الفاضل صاحب برنامج مقدم برنامج فاضفضة مع روبير ازاي حضرتك؟ انا بتشرف ان انا بتسلم حضرتك لا والله اشرف لي انا وهم حاجة دلوقتي التوأم فين لا هما هيجوا لك تاني بس حضرتك هما ناموا دلوقتي مع روبير احنا كنا متفقين انهم ايهوا عايز اقول له حضرتك انك حد جميل جدا الله يكرمك يا حبيبي انا صفيا جاب امانا انا بتستفاد من برنامجك الله يكرمك يا حبيبي الله خديك اكتر من رائع واحنا عايزين اكتر من كده والله يا استاذ الحبيبي والله بحاول والله بتتهد والله على قد ما اقدر بس ادعي معنا بس الادارة كده تزبطنا كده لا ان شاء الله عبد الحميد دي توفيقة نتلل باله من الموضوع ده واسمك علامة يعني الله يكرمك وعلام ده ده فين ايه غير الله يكرمك يا حبيبي والله احنا احنا متعلم من حضرتك يا استاذ روبير بجد حقيقة والله لا بأمانة محسن جاية من الاحسان وعلام جاية من التعليم واحنا بنشكر حضرتك جدا انك بتعلم ولادنا الله يكرمك يا حبيبي والله انا يعني خاصة الفترة دي استاذ روبير الفترة دي بالذات وفترة يعني يومين بس في المدرسة فاحنا بنحاول والله هنا في القناة ونحاول جاهدين ان احنا نساعد اطفالنا يعني شكرا لك وشكرا لإدارة القناة الله انك انت فعلا بسين واطفالنا ومزيد من الجهد ومزيد من الجمال وكتاب الجميل وكتاب النشار ده احنا لازم نشتريه برضو علشان احت امرك احت امرك اجيبه حضرتك حاضر شكرا لك شكرا لك شكرا لك ساذ روبير مقدم برنامج فتفضى مع روبير يوم الخميس العاشرة مساء متشكرا لك نكمل ستمتلئ ساعة المسجد ساشرب سنشرب سوف نشرب لسه الحاجة ما حصلتش لسه لسه ايه الحاجة ايه ستمتلئ ساحة المسجد بالمصلين ماشي امتلأت ساحة المسجد بالمصلين ده زمن ماضي تمتلئ ساحة المسجد بالمصلين ده زمن حاضر زمن المتكلم زمن التكلم يعني انا بتكلم دلوقتي بقول تمتلئ شغالة دلوقتي ستمتلئ بقى ساحة المسجد بالمصلين ده زمن مستقبل بعد زمن التكلم يعني انا ما كنت بتكلم دلوقتي بقولك ستمتلئ القناة مثلا بالمطربين مثلا ستمتلئ بالمقرئين ستمتلئ لسه ما امتلئتش لسه ما حصلش الحدث نفسه أما تمتلئ يبقى شغالة دلوقتي الناس بتفيد على القناة والمقرئين جايين تمام كده يبقى امتلأت ساحة المسجد بالمصلين امتلأت ده زمن ماضي تمتلئ ساحة المسجد بالمصلين ده زمن حاضر زمن التكلم ستمتلئ ساحة المسجد بالمصلين لزمن المستقبل بعد زمن التكلم تمام كده؟ يبقى يسمى الفعل الذي سيحدث بعد زمن التكلم في المستقبل يسمى فعل ايه يا حبيب يا حلوين؟ فعل مضارع فعل ايه؟ مضارع طيب احنا نشوف القاعدة دلوقتي؟ ولا ايه؟ نشوف القاعدة دلوقتي؟ يلا كده تأكدنا وعرفنا يعني ايه فعل مضارع يا حضرات؟ ايه؟ ونعرف نطلع الفعل المضارع كويس جدا زي ما تقول هنحط له علامة بس نشوف القاعدة الاول الفعل المضارع كل كلمة تدل على حدوث عمل في الزمن الحاضر او المستقبل يعني يا استاذ ده؟ يعني حاجة حصلت دلوقتي او حتحصل كمان شويا يعني في زمن المتكلم او بعد زمن التكلم زي ايه مثلا اشهدوا ان لا اله الا الله اشهدوا ان الوقت بس تشهد اوه بقول اشهدوا ان لا اله الا الله او سوف يندموا يعني ما شنادم دلوقتي بس سوف يندم بعدهم سوف يندم الكافر سوف يندم المسيء سوف 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 تمام كده تمام يا حضرات هنيجي بقى حاجة بسيطة جدا نهيت نشوفها دلوقتي يا حضرات يلا أستاذ محمد عبدالسلام علامات الفعل المضارح حاجة جميلة جدا يا حضرات يبدأ بأحد حروف كلمة أنايت يعني يا أستاذ تمام تمام يبقى أنايت وزي مثلا أقرأ نقرأ يقرأ تقرأ يقبل دخول السين فأوله هو تنسوا أشربوا سأشربوا أبلتها خلاص يبقى هي فعل مضارع يأكلوا سيأكلوا أبلتها خلاص هي فعل مضارع نيجي بقى للتطبيقات يا حضرات يلا كده عشان الستاذ محمد عبد المجيد مستعجل يلا على التطبيقات أول تطبيق بقى والستاذ المشاهدين دخل أي مداخلات ما فيش مشكلة يلا أول حاجة قدامنا برضو صندوق أهوت قدامنا صندوق يلا يلا يا أستاذ تامر تم أختار من صندوق الفعل المضارع المناسب لكل مكان خال أول حاجة نقط الماء يا تامر ما هو تامر مش معايا نقط الماء في الجدول الماء في الجدول هقول نستهلوا ولا أمدوا ولا ستبدأوا ولا ينسابوا ولا يحركوا يلا حبيبي أمدوا السلام عليكم كريم سنة كامية كريم تاني عدد طيب ما فيش مشكلة نبدأ أهو ما فيش مشكلة تاني عدد يلا انت هتختاري فعل مضارع من الصندوق ده اللي على الشمال تحطه فين في النقط العليمين أول حاجة نقط الماء في الجدول أمدوا الماء في الجدول هاي ايه؟ أمدوا الماء في الجدول لا 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 ينسابوا 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 الماء في الجدول ينسابوا الماء في الجدول طيب تاني حاجة معليش هديك فرصة تانية نقط يدي لمساعدة المحتاج أمدوا يدي لمساعدة المحتاج الله ينور عليك يا حبيب وليدي انت منين؟ أنا من بحيرة من بحيرة ما في مطمير أحسن ناس أبو المطمير على فكرة أنا بأحرام من ضمنهور أرحب بيك أرحب بيك نكمل يا أستاذ مخلقنا الفاضل ثلاثة أن نسيموا نقط الأغصانة أن نسيموا نقط الأغصانة ستبدأوا ولا نستهلوا ولا أمدوا ولا يحركوا يحركوا أمدوا طيب من الودل الصغير رد صح على فكرة فيها ولد صغير جنبك يحرك آه الصح وفي سنة كم أخوك الصغير؟ إدهوا لي يا أم أكلمه يا أم سأبدأ معك ماشي سأبدأ معك وعليكم السلام ورحمة الله اسمك إيه؟ سأبدأ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمك إيه؟ محمد محمد آه يا محمد ثلاثة أن نسيموا نقط الأغصانة أنا سمعتك على فكرة من بعيدة هو يحركوا تمام أن نسيموا يحركوا طيب أربعة نقط الرحلة غدا ستبدأ ستبدأ الله ينور عليك يا حبيب والديك طيب خمسة حبيبي نحن المسلمين نقط يومنا بذكر الله تعالى نحن المسلمين نستهل هو الكلمة للفضلة نستهل نستهل نحن المسلمين نستهل يومنا بذكر الله تعالى تمام شكرا السلام عليكم آية معايا السلام عليكم سأنا كم آية أخبارك إيه؟ تباوليك إيه؟ في آيات قرآنية هنزرع الشاشة دلوقتي هتطلعي فيها منها الفعل المضارع ماشي؟ يا حبيبتي طيب على الشاشة دلوقتي يلا قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين الآية دي حبيبتي فيها أفعال مضارعة هي إيه؟ نعبد تمام؟ في حاجة تانية كمان نستعين الله ينور عليك يا حبيب والديك برابو عليك والله لو دمنا سنديك بمبني طيب قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شري ما خلق في فعل ماضي هنا وفي فعل مضارع في الآية دي في الآية دين دول طلعوا هم لك دا حبيبتي المضارع أعوذ المضارع إيه؟ أعوذ الله ينور عليك يا حبيب والديك إيه العسل دا؟ طيب الماضي إيه بقى هنا؟ خلق الله ينور عليك إيه دا العسل دي؟ متشكرين جدا يا حبيبتي وأشكركم والله متشكرين جدا يا آية حقيقة بجد أسعدتيني والله يا آية إيه جمال دا؟ أيوة كده أنا عاوذ سنة تانية وتالتة مشاهدينا كرام تبنكمل لو كده لو فيه أي مدخلة تمام تمام مشاهدينا كرام احنا هنلخص كلامنا النهاردة الفعل المضارع زي ما شفت دلوقتي حبيبتي حلوين الفعل المضارع أي كلمة تدل على حدوث عمل في الزمن الحاضر اللي هو الآن أو المستقبل وتبدأ بأحد حروف كلمة أنايتو وتقبل السنفة أولها يبادل فيه فعل مضارع خلاص كده فعل مضارع سهل جدا يا جماعة مش هنقصر حاجة احنا عرفنا أن علامات الاسم وعرامات الفعل الماضي فعل مضارع حطوه بس السين أو سوف قبلة السين أو سوف خلاص هي فعل مضارع ما فيش كلمة مثلا مثلا شرحة هينفع أول سا شرحة ما ينفعش بس ينفع بس ينفع نقول شرحت صح أو لا يبادل التائسة كنا في آخر الكلمة آخر الفعل هنعرف أنه هو فعل ماضي أما السين في أول الفعل المضارع السين في أول الفعل المضارع هنه يبقى هتبقى عادية جدا وهتقبل الكلمة زي مثلا إيه أشربوا سأشربوا سوف أشربوا أبلت فعل مضارع هنقول مثلا إيه أكتبوا وأنا من أشعارف نكتبوا وأنا من أشعارف أنه يفعل مضارع ماضي ولا أمر حطوا لها السين في الأول سأكتبوا سأشربوا سأذاكروا سأشرحوا سأقدموا البرنامج سأضربوا عم عزب مثلا يعني سأضربوا محمد بن عبد السلام تمام الناس النهاردة حقيقة بجد يعني أبدأوا النهاردة معنا الأستاذ تامر تامر عبد المجيد والأستاذ محمد عبد المجيد محمد عبد المجيد سلطان والأستاذ عزب وجميع الأستاذ طبعا ما ننساش طبعا أبدا يعني الأستاذ أحمد حافظ ومبريك له ومبريك له نائب مدير الإنتاج طبعا المدير استوديو بتاعنا طبعا صاحبي وصديقي الأستاذ محمد الشاهد أشكر جميع طبعا الأستاذ محمد عبد السلام طبعاً وتامر وعم أسامة كل الناس في الاستوديو بجد يعني يعني ما أقدرش أبداً ما أقدرش أبداً أنسى جميلهم وأنسى وقفيتهم معايا طبعاً يعني أستاذونكم بس أن نوه بعد البرنامج ذا إن شاء الله تعالى إعلامنا الإعلامين الإعلامي الكبير طارق عبد الجابر هيدخل بعدنا دلوقتي معلش أنا ذخرت عليه فبرنامج صحبة وأنا معاكم يعني نحن منتظرين وانتظروا معايا الإعلامي الكبير طارق عبد الجابر مشاهدين الكرام أشكركم لحسن متابعتكم وإلى أن ألتخذ بكم الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته